شهد القطاع الزراعي إنجازات متميزة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصرية ومكنت الدولتها من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات المتلاحقة ووضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 مستهدفة الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقع الزراعية بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون فدان ومن أهمها مشروع تشك الخير بمساحة تبلغ مليون ومائة ألف فدان ومشروع الدلتة الجديدة العملاق بمساحة تبلغ مليونين ومائتي ألف فدان كما نفذت الدولة ثمانية عشر تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية إضافة إلى استصلاح ما يقرب من أحد عشر ألف فدان وتبنت الدولة برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد لأكثر من خمسة وتسعين في المائة من بذور محاصيل الخضر وفيما يتعلق بصدرات الزراعية المصرية فهناك أربعمائة وخمس سلع زراعية تغزو مائة وستين سوقا على مستوى العالم حيث كان ملف صدرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخرا نجاحات كبيرة وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية وفيما يتعلق بالقمح ولأول مرة استدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى نحو سبعة ألاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالية وهو ما يؤكد حدوث طفرة نوعية غير مسبوقة بقطاع الزراعة باستخدام أحدث سبل الرأي الحديث ترجمة نانسي قنقر